وعود إلى الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين تشكى بجنوب الوادي والدلكة الجديدة بالضبعة فضلا عن محافظتي بني سويف والمينيا وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اطلع رئيس السيسي على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاورة وتوفير المقنن المائي وتطبيق أنسب وسائل الرأي الحديثة وإمدادات التغذية القهربائية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أركان حرب إيهاد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لتطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتين توشكا بجنوب الوادي والدلت الجديدة بالضبع فضلا عن محافظتي بن سويف والمينيا حيث اطلع سيادته على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور وتوفير المقنن المائي وتطبيق أنسب وسائل الرئي الحديثة وإمدادات التغذية الكهربائية وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية بما يساعد على تطوير قطاع الانتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك فتح أفاق التصدير وهو الأمر الذي يعزز من دور قطاع الزراع في دعم الاقتصاد الوطني ويساعد على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة ترجمة نانسي قنقر